أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادثة التي وقعت بين النائب السابق مسلم البراك ونزيل آخر في السجن المركزي أدت إلى إصابة البراك إصابة بسيطة تم نقله على إثرها إلى مستشفى الفروانية وأمر الجراح برفع تقرير فوري بالأسباب إليه وأكيدا بأن الاعتداء أي كان نوعه فهو مرفوض من جميع النزلاء وطلب من لجنة التحقيق رفع التقرير النهائي إليه غدا صباحا لمحاسبة أي مقصر أو متهاون بالمسؤولية من جانبه رفض محام البراك ثامر الجدعي في اتصال هاتفي مع الراي مخلطة سجناء الراي مع تجاري ومدمن المخدرات وفي تفاصيل الحادثة قال الجدعي أنه خلال ممارسة البراك رياضة المشي تهجم عليه أحد السجناء المدمنين وضربه بيده على وجهه الأمر الذي اضطر البراك إلى دفعه يسقط أرضا وأصيب البراك بنزيف في أنفه وطلب الطبيب بطرورة نقله إلى المستشفى لكن إدارة السجن تعنتت في نقله نقله